خليني أروح للشروع التونسية حطت منشات كده وقالت أنه الشعباني بينهي معيني الشعباني طبعا مديل فني لترجي التونسي بينهي الجدل وخمسة ألاف مشجع لمباراة النادي الأهلي ارتاحوا في تونس لفكرة الموافقة كان فيه ضغط طبعا ماتحاد الأفريقي وتهديد بعقوبات في حالة حضور جماهيلي لكن في النهاية تم حسم الأمر ونادي الترجي خد موافقة الأمن والصحة في تونس عشان ياخدوا خمسة ألاف متفرج في مباراة الأهلي والترجي الصحافة اليوم قالت رهان كبير على عبد الباصد ضد الأهلي وقالت في التفاصيل طبعا أنه خلد عبد الباصد المهاجم الغاني اللي بيلعب في صفوه الترجي بيعتبر أحد أهم اللاعبين اللي هيعتمد عليهم معيني الشعباني في الهجوم بعد ما خرج طبعا طه الخنيسي من حسابات الفنية وده طبعا كان بسبب إيقافه بسبب موضوع المنشطات خلد عبد الباصد بلاتي هو اللي بيحمل أمال جماهير الترجي في الهجوم ده طبعا على حسب ما كتبت صحيفة الصحافة التونسية خلد عبد الباصد على فكرة محترف غاني ما بقلوش كتير مع الترجي طبعا مهاجم صريح الشعبان تبعته طبعا على مدار المشوار مش شايف أنه لسه وصل لدرجة انسجام كبيرة مع الفرقة هو نضم ليهم في يناير اللي فات مضى الترجي لمدة موسمين ونص ومناسبة الكلام على خلد عبد الباصد يمكن كمان الاتحاد الأفريقي الكاف كان نشر مبارح مقارنة مقارنة لطيفة كده بيستعلت فيها الأرقام الخاصة بمحمد شريف نجم هجوم النادي الأهلي وخالد عبد الباصد نجم الترجي التونسي وكتب محمد شريف وخالد عبد الباصد من سيكون الأفضل في مواجهة الأهلي وترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا زي ما حضراتكم شايفين عمل كده إحصائية استعرض صورة للمقارنة الاثنين لعبوا 8 ماتشاط عدد الدقيل اتلعبت 392 لشريف 400 واحد لعبد الباصد الجولز واحد لعبد الباصد وتلاتة لمحمد شريف التصويبات على المرمى أربعة عبد الباصد سبعة محمد شريف والتمريرات البينية أربعة لشريف وواحد لعبد الباصد والفاولات اللي كسبها كل اللعب منهم ستة لمحمد شريف وتسعة لعبد الباصد يعني ابننا شريف الحقيقة بيتفاق على خلد عبد الباصد ونقطة تانية يمكن خلد عبد الباصد من حيث التكوين أنا شفته يعني مهاجم كويس جدا بصراح مهاجم محترم يعني مهاجم جوة الصندوق تعمله ألف حساب لكن لسه ما حستش يعني كل مطشط التراجي الأخرانية ما حستش أنه وصل لحالة الانسجام أو الاندماج مع الفريق بالشكل الكافي ودي يمكن نقطة تأثر على مستوى ويمكن كمان تكون واحدة من أهم العوامل اللي أثرت على أرقامه في مسارته مع التراجي على الرغم أنه لعب نفس عدد مطشط شريف لكن تلاقي أنه أرقامه دايما أقل بشكل كبير